مكتبة الأسكندرية وعرفت باسم مكتبة الأسكندرية الملكية أو المكتبة العظمة هي كبرى مكتبات عصرها شيدها بطليموس الأول ويقال أنه تم تأسيسها على يد الإسكندر الأكبر قبل 23 قرن ويقال أنه تم تأسيسها على يد بطليموس الثاني وتعرضت للمكتبة لعديد من الحرائق وانتهت حياتها في عام 48 قبل الميلاد وفي عام 2002 تم إعادة بنائها تحت اسم مكتبة الأسكندرية الجديدة ترجع شهرة مكتبة الأسكندرية لأنها أقدم مكتبة حكومية عامة في العالم القديم وليس لأنها أول مكتبات العالم فمكتبات المعابد الفرعونية كانت معروفة عند قدماء المصريين ولكنها كانت خاصة بالكهنة فقط والبطالمة الذين أسسوها كما ترجع عظمتها أيضا أنها حوت كتب وعلوم الحضاراتين الحضارة الفرعونية والحضارة الإغريقي وبها حدث المسج العلمي والالتقاء السقافي الفكري بعلوم الشرق وعلوم الغرب وترجع عظمتها أيضا من عظمة القائمين عليها حيث فرض على كل عالم يدرس بها أن يدعى نسخة من مؤلفاته ولأنها أيضا كانت في معقل العلم ومعقل البرضي وأدوات كتابة مصر حيث جمع بها كل ما كان في المكتبات المعابد المصرية في عام 48 قبل الميلاد قام يوليوس قيصر بحرق 101 سفينة كانت موجودة على شاطئ البحر المتوسط أمام مكتبة الإسكندرية بعدما حصره بطليموس الصغير شقيق كيليو باترة وتحتوي المكتبة على العديد من القطع الأثرية النادرة مثل ماكينات الطباعة التي استخدمت في مطابع أمثال مطبعة بولاق كما تحتوي أيضا المكتبة على العديد من التماثيل مثل تمثال الشاعر أحمد شوقي وتمثال الشاعر حافظ إبراهيم وتحتوي أيضا على الكثير من اللوحات والرسومات الزخرفية والكتابات الإسلامية كما تحتوي أيضا على قطعة نادرة من كسوات الكعب المشرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر